اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وشوية ديال القرفاء إن شاء الله الرحمن الرحيم بالإضافة إلى الحمد مرقد كان قطعوه أو كان كرتوه كان كرتوهم زيان بالإضافة إلى واحد نصف بصلة إن شاء الله باش كي جينا هاد الشرميلان كي جينا بحالكوا عنا هنالكبدا ودك يعني الجناو حودكشي قطعنا وممور صوات صغار هما اللي غادي ندوروا كامرقا ديالها اللي غادي تكون مصاحبة لها الجهج ديالنا هادي غادي تطيبها بوحدة عنا المرقا ديالنا في نفس الوقت كي نضطعو هو الوضع كي نضطعو знаете هذه الجهج من الوضع وينها الأمية مع الضائج وانشاء الله أولا قبل نلقي جهج يانا نختارو اس قهر نضطع جاهزтор بحجان إن فروح يكمل كثيرا سوف يكفي بالطبع أن تظهر كثيرا في القطع يملك بفروح تشربونها ثم أشعرونها إن من المفروح يأتي بإنشاء الله نتمنى منكم تجربوه بهذه الطريقة وما غاديش تندمو عليه إن شاء الله يعني ما نخليه التاشي بلاسة كل شيء يكون مدهون بهذه لصوص ديالنا بحاله كلها نظن أنني لم أذكرش الملحة الملحة التعيارة كينا في هذا لصوص ديالنا لتأكدوا أن هذا لصوص ديالنا كلها في هذك المواد اللي بغينا بشي أعطينا مداق لهذا الدجاج ديالنا اللي غادي جي رائع غادي نشوفوا النتيجة إن شاء الله بكل بساطة صرف هذا الدجاج أنه يعني فورنا فورنا ذاك الشي لاشك غادي جي نزوين وغادي جينا ممتاز إن شاء الله يعني إجا لصوص ديالنا ره طيبة يعني ها هو الدجاج ديالنا كل شيء يمدهون كان دهنو من ما يكن خليه التشي بلصة وكان ديرو فوق الشبكة بحرفة ديال الفران بحان ثم قد نستفو فوق واحد الشبكة ديال الفران بحرفة يعني درنا الطوا ودرنا الشبكة باش إن شاء الله نحصلوا على نتائج جاي نغس الدجاج جالي إجي ناشف يعني يجي محمر مزيان ويجي رائف في الأكل ديالو بإذن الله ها شيء عليش درت الدجاج ديالي تحت في الأرض ديال الفران حين درت القرى درت القرى ما بين الأرض ديال وما بين اسميته باش يجيون الدجاج ديالي بايلا أخي يجيون الدجاج دايلا ومزيان وإن شاء الله ها يشوفوا من اللي غادي تحمر الدجاج كهذا يرجع بإذن الله في الكوكونات قمنا بإضافة القشاوش نفسها هي الأشياء التي سنقوم بإضافة العطرية والقصبور ونقوم بإضافة القشاوش رائع وممتاز ومن بعد ذلك نضيف الزيتون ونقوم بإضافة القشاوش ونقوم بإضافة القشاوش ونقوم بإضافة القشاوش ونضع القشاوش مرحبا هذا هو البلاتو القشاوش الذي يجرى نتمنى لكم تجربوا بهذه الطريقة التي تجربناها لتحصلوا على نتائج مهمة إن شاء الله طاجين ديالنا يجي ناشف يجي زوين يجي مزيان إن شاء الله جربواه يجي طيب مزيان لأن دا ديجا فورنا قبل من حمره في الفران ويجي رائع إن شاء الله نتمنى لكم دائما تقضيوا معنا وقت طيبة وكالتمنى لكم عواشر مبارك سعيدة إن شاء الله أعيدكم مبارك سعيد وعواشركم مباركة لكم ولي جميع المسلمين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وشكرا لجميع ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة